الفائدة التي نريد أن نستفيدها يا إخوة هي أن على طالب العلم أن يكمل الطريق لكي ينتفع وينتفع به أما أن يتصدر أما أن يرجع إلى بلده فيتصدر للتعليم ويتصدر للإفتاء ويتصدر لتوجيه الناس وتصدر للزعامة وهو ليس متأحلا ويخوض في النوازل ويخوض في المعضلات وهو ليس أهلا لهذا هذه مصيبة عظيمة إذن الوصية أن لا تكون نسوة متفقه كن طالب علم متأحلا والعلم طريقه طويل وآفته الاستعجال من رزق إخلاصا وجلدا وصبرا فسيصل بإذن الله سبحانه وتعالى وستكون متأحلا إن كنت محيطا بأصول العلم الذي تدرسه أنت محيط بأصوله بقواعده ثم أنت على اطلاع بغالب تفاصيله لا شك أن الكمال ليس لأحد من الناس أن يكون قد بلغ العلم كله أن قد بلغ إلى أن يحوز العلم كله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنما العبرة بالغالب أن يكون عنده معرفة بغالب التفصيلات والجزئيات وأفراد المسائل في العلم الذي يدرسه يضبط ضبطا تاما الأصول ثم يكون مطلعا وعلى معرفة بماذا بغالب وجل وأكثر المسائل الفرعية ثم أن يكون على معرفة بمواضع الإجماع والخلاف لا بد حتى تصل إلى مرحلة التأهل أن تكون في العلم الذي تدرسه على معرفة بمواضع الإجماع والخلاف حتى لا تأتي بالدواهي ثم أن تكون على دراية بالمصادر وبالمراجع الأصيلة الفن الذي تدرسه لأجل أن تصل إلى المسالة التي تريدها إذا طلبتها بهذا تكون متأحلا في العلم الذي تدرسه فأعود وأقول آفة العلمي الاستعجال فلا تستعجل استعن بالله عز وجل وأكمل وأبشر